المكسيك السعودية أنا الحقيقة بعد ما شفت العرض بتاع الأرجنتين يعني السعودية كذبة الأرجنتين وصياك من نتيجة الأداء بتاع شكل المنتخب السعودي روحه وشخصيته رهنت عليهم قدام بولندا يعني حسيت أنها مع نوايات في السماء الفوارق مش كبيرة قوي وشفت أنه لقاء بولندا أكيد هيبقى سهل فكانت المفاجأة والصدمة بالخسارة تنين حسابات النهاردة إيه بالنسبة للسعودية وتراهن على إيه في مواجهة المنتخب المكسيك يا خالد طيب خلينا بس الأول قبل ما نروح لرهان النهاردة ما بين المكسيك والسعودية التوقعات أو الحاجات اللي أنا عايز أتوقعها خلينا نرجع بس خطوة الوراء ما بين السعودية وبولندا وما بين المكسيك والأرجنتين عشان بناءً عليه هابني على النهاردة تمام إيه اللي حصل ما بين السعودية وبولندا هو إنعدم التوفيق السعودية لعبة ماتش عظيم جداً راحت كتير جداً ولكن اللي حصل قدامها هو اللي حصل للأرجنتين قدام السعودية تمام هو إنعدم التوفيق أرجنتين راحت بأكتر من كرة وتقلق تزني أعتقد في الماتش دا دا في ماتش بولندا أنا بتكلم على ماتش السعودية الأرجنتين دلوقتي الأرجنتين راحت كتير وعبدالإله العمري مثلاً طلع كرام على خط الجون محمد العويس تقلق جداً فكان فيه غياب للتوفيق في مباراة الأرجنتين والسعودية من الأرجنتين فالسعودية قدرت تكسب نفس دا حصل بزبط في مباراة السعودية وبولندا السعودية راحت أكتر بكتير من بولندا ولكن بولندا هي بتلعب على لعب نمطي بتلعب على كرة واحدة اللي هي كسر مضادة التسلل عبر بيوتر زيلناسكي كرة ممررة في نص الملعب أو في قلب الملعب للفاندوسكي قدر إن هو يعدي من العويس ويرجحها تاني لزيلناسكي عشان خطر يدخل الجون فهو بتلعب على لعبة واحدة اللي هي كسر مصادرة التسلل عشان الإنفراد بحرس المرمى وقابلها دا سوق حظ كبير جداً من جانب المنتخب السعودي بروحنا الناحية التانية أرجنتين مكسيك مكسيك لعبة 3-5-2 بعدما كانت تلعب 4-3 لعبة 3-5-2 بإغلاق المساحات في النصف الأول من الملعب والتحولات الهجومية المنتخب الأرجنتيني فضل ذاكي أنه يحافظ على الكرة أكتر وقت ممكن الشوط التاني المخزوني بدأ ينزل شوية عند المكسيك فحتى ما بقاش قادر أنه يعمل التحولات الهجومية وبالتالي بدأ دفاع الأرجنتين يتقدم شوية شوية عشان يعمل الزيادة العددية في نصف ملعب المكسيك الزيادة العددية دي خلت المكسيك في لحظة يطلخبطه ومش عارفين يمسكه مين ويسيبه مين ميسي غفل المدفع اللي معاه رجع خطوة الوراء استلم الكوه رشاط عشان فكرة المخزوني البدني اللي أنا براهن عليه بقى أنا كنت بقول ده كله ليه اللي أنا براهن عليه أنه السعودية لازم تلعب على المخزوني البدني أن هي تحاول تتعب المكسيك بقدر المستطاع الشوط الأول الشوط التاني تبدأ تعمل الزيادات العددية تعمل نفس ما عمل الأرجنتين قدام المكسيك في المباراة اللي فاتت تبدأ تعمل الزيادات العددية في نص الملعب مع شرط أنه أي مكان اللي هتتاح ليه الفرصة المباراة دي بتبقى بتبقى وطش الفرصة بالزبط كده